نتشرف باستضافة السيد العيدر بيقة وزير مجاهدين وذوي الحقوق أهلا بكم سيدي الوزير وشكرا لكم على تلبية دعوة إذاعة الشباب إذاعة جيلفة أهلا وسهلا بكم ثروة الإنسان هي الأخلاق وهي القيم الإنسانية والاستضافة اليوم في هذا المنبر الذي يتوجه مباشرة للشباب في الحق وأنا أتوجه بجزيل الامتنان إلى من القائمين على هذا البرنامج أقول تحية خاصة لشبابنا ولبناتنا لأبنائنا من خلال هذا الأثير المبارك هذا يوم مبارك فعلا نتمنى إن شاء الله نكونوا وضيفة خفافة إن شاء الله عليكم إن شاء الله مرحبا بك سيدي الوزير إذن حتى نبدأ النقاش وكما قلت في المقدمة أنه نحن نعيش في شهر مارس شهر معروف بأنه شهر الشهداء وأيضا نحن على مقربة من الاحتفال بذكرة 60 اتفاقيات إفيان أو ما يعرف بعيد الناصر التاسع عشر مارس ما هو البرنامج الاحتفالي وقد اخترتم كوزارة مجاهدين وذوي الحقوق شعار إصرار وانتصار لك جزيلا شكر الأخت الفاضلة شكرا ونحن من هذا المنبر كما قلت هو منبر موجه للشباب فالحق هي قوة الجزائر نتمنى إن شاء الله لشبابنا كل التوفيق كل في مجاله شبابنا الآن الحمد لله هو قوة كاملة هو طاقة إن شاء الله الجزائر محتاجة إلى كل شبابها وكل بناتها وكل أبنائها ونحن نتحدث عن الشباب لابد أننا في هذا الشهر الفضيل شهر مارس شهر مارس بالنسبة لنا هو محطة من محطات البارزة في تاريخنا الوطني هو شهر الشهداء هو شهر الذي استشهد فيه العديد من رموزنا ومن أبطالنا بداية من بن مهيدي إلى بومبو العيد إلى لطفي إلى يعني هؤلاء الشهداء الذين سنحيي ذاكرتهم محطة بمحطة بتوفيق الله جل وعلا وفاء وعرفان لصنيعين أقول هؤلاء الأبطال هم شباب في الحقيقة لما نشوف للسن انتع كل رموزنا بداية من أبل الثورة الجزائرية كان عمره 33 سنة على الأقل دي دوش مرال دي كان يعني لدى التحاقه بالثورة كان ما كانش عنده 20 سنة وقبل يعني الحديث عن شهر مارس يعني ونحن نتحدث عن الشباب حتى يعي الشباب يعني شبابنا أبنائنا وبلتنا أنه الجزائريين دائما ناضلوا من أجل حقوق الإنسان ناضل من أجل هذه الأرض الطاهرة المباركة بداية من المقاومة الشعبية يعني لما نرى لأبطالها شباب شيوخ شيوخ المقاومة كانوا شباب نعم إذا كان تحثوا على شيخ أمود بالمختار شيخ أمود بالمختار كان عمر 25 سنة لما كان فيه أول احتكاك مع الاحتلال الفرنسي الصغر شهيد أقول يعني بالنسبة للمقاومة الشعبية لكن ابن الشيخ بوزيان يعني كان في عمر 14 سنة يعني مرورا بأبطالنا في الحركة الإصلاحية وحركة الحركة الوطنية وأيضا ثورة التحرير المباركة يعني كل أبطالها هم شباب هذه رسالة مباشرة إلى شبابنا اليوم أنه إذا كانت حدثوا على صناعة مجد البلد وصناعة مجد الجزائر والاستماتة من أجل أن تحي الجزائر هذه قيم استخلصناها من أجددنا ومن أبائنا ونحن لما نتحدث عن المجاهدين مجاهدي ثورة التحرير الوطنية رأنا نتكلمه على أبائنا والأبائنا كل واحد مننا يشوف الولدين نتاعوا منها ينطلق نكن لهم كل التقدير والاحترام والعرفان اتجاه ما قدموه لهذا البلد المبارك نعم وهي دعوة للشباب حسما فهمت من مداخلتك أنه كل واحد يكون بطل في مجاله بطل باحترامه لمهنته باحترامه لعمله باحترامه لمجال إبداعه باحترامه في الأخير والسماته في سبيل وطنه بهذه الطريقة يعني الرمزية يعني نشكر كثير على هذا السؤال لأنه هذا المسألة تقودنا إلى مسألة هامة أنه الكثير من الجهات حاولت حتى أثناء احتلال لا احتلال البلد احتلال الجزائر الشيء اللي عملت عليها إدارة الاستعمار هو محاولة طمس الهوية الوطنية ولكن إلى جانب ذلك كل المقومات البطولة اللي كانت توفر عليها الإنسان الجزائري ما قبل فطرة الاحتلال عملت واجتهدت لأن تطمسها وأن تنال منها تحل محلها الانهزامية بارك الله فيك الجزائري قبل سنة 1830 كان إنسان مثقف كان هو سيد الحوض المتوسط كان يتقن اللغات الأجنبية بحكم تعاملوا وتفاعلوا مع كل المرين بحوض المتوسط كانت شخصية الجزائري متحكم في الدجارة متحكم كانوا هم أسياد الحوض المتوسط بكل معاني الكريبة ولا أقول كانوا يعني ما تم الترويج له كانت تحمي كل الأساطير اللي كانت تمر عبر الحوض المتوسط بطلب من كل الدول لماذا أشرت لي هذا النقطة بالذات؟ لأنه كان الاحتلال كان يعمس جيداً هذه الروح القوية لدى الفرد الجزائري وعمل لكي ينال من شخصيته ومن تلك القوى وأريد أن أنقل هذه رسالة الشباب دعنا من الانهزامية لا نريد من تلك السلوكيات التي لا تعبر بحق عن ذلك الإنسان الجزائري الذي كان هو في ذات يوم هو السيد الحوض المتوسط ونريد به أن يرجع بذاكرته وأن يتيقن تمام الإتقان أن أجداده كانوا هم من صنعوا لنا هذا التاريخ التليد الذي ننطلق منه لنصنع حاضرنا ونستشرف مستقبل إن شاء الله نعم شكراً لك ضيفنا لهذا العدد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد الربيقى أستاذ أنتم تتحدثون نحن نتحدث عن ملف التاريخ والذاكرة نحفي كل مرة أن نذكر بالجهود الموضوعة في هذا السياق وفي هذا الإيطال اللي كان أبرزها منذ سنوات انطلاق عمليات تسجيل الشهادات الحية من المجاهدين اللي كانوا على قيد الحياة يعني ما زالهم على قيد الحياة في أعمارهم جميعاً إلى أين وصلت هذه العملية وما تلاها من تمحيص وتدقيق وتوثيق لشهاداتهم في واقع الحال من اهتمامات القطاع الأساسية هو مواصلة عملية تسجيل شهادات الحية واستغلال ما تم تسجيله إلى غاية اليوم اليوم وصلنا إلى 36 ألف شهادات حية وما زال العمل متواصل عبر كل مؤسسات القطاع من متاحف جهوية متاحف ولئية ومركز الوطن للدراسية المتحف الوطن المجاهد مراكز الراحة وكلها تم تزويدها بوسائل لتسجيل هذا الشهادات الحية لماذا؟ لأنها مسؤولية تاريخية أولاً ثم أنها ترمز إلى الذاكرة الجماعية الجزائلين التي يتوجب علينا القيام بكل الإجراءات التي يجب أن تحفظ لنا هذه الذاكرة الجماعية ونحن في قطاعنا الوزيري الآن برمجنا أنه يقوم فيه عمل آخر إلى جانب هذا العمل والشروع أولاً في دراسة ما تم تسجيله من حيث الترتيب والتصنيف والرقمنة حتى ذهب إلى رقمنة هذه الشهادات في وسائط حديثة حتى يتم استغلالها استغلالاً جيد لأنه هي مادة خام ضخمة جداً وهي موروثة الآن بالنسبة لنا موروث تاريخي لابد الاعتناء منه والتعامل معه بما يتطلبه من تقنيات حديثة حتى يتسنى لشبابنا والأساتذة ولكل المهتمين من تناوله بالدراسة ثم أيضاً هذه الشهادات تستغل في العمليات التي سترد لاحقاً في إطار برنامج الذي قد حده قطاع الوزاري في إطار برنامج الحكومة نعم شكراً لك سيدي الوزير الوسائط التكنولوجيا والرقمنة هي لغة الشباب حالياً إلى أي مدى أنتم تستعملونها كوسيلة لترسيق التاريخ لدى هذه الفئة فئة الشباب وتثمين دور التاريخ في حياتهم باستعمال هذه الوسائط يعني في عالم تكنولوجي بامتياز وانت تعرف ربما أكثر منا دور المواقع الاجتماعية والتكنولوجية الآن ومختلف المنصات في حياة الشباب نحن الآن في هذا الفضاء يعني فضاء هو موجه للشباب خصيصاً وبالتالي لابد أن لسان حالنا يكون موجه لشباب ولسان التواصل لابد أن نعي فيه الطرق التي لابد أن نتعامل معها في سياق يستجيب لمتطلبات الشباب ونحن أولاً بالنسبة للحكومة يعني واهية جداً بهذه المسألة والتقنية الآن هي مستعملة في التواصل فيه الكثير من المشاريع التي تذهب إلى استخدام هذه الوسائط وخاصة مسائل المرتبطة بالرقمنة في برنامج قطعنا الوزاري احنا أولاً قبل المجال التاريخي شارعنا في الكثير من العمليات حتى ننتهي من التعامل مع كل الملفات التسيير الإلكتروني للوثائق الأجهزة المستخدمة في التواصل لداتا سنتر والرقمنة موجودة في الوزارة بامتياز هذا بامتياز وإن شاء الله عن قريب سيتم امتيام كل عملية الرقمنة خلالها السنة بين الله ثم الجانب التاريخي الهام هو قضية الرقمنة والذاكرة الرقمنة والتاريخ كلها مجال اهتمام خاص بالنسبة للقطاع وهي من التوجهات الآن للحكومة ومن برنامج مضمنة في برنامج عملها لأنها واعية جداً بأنه الآن لابد من التكييف مع متطلبات العصر ومتطلبات الشباب الآن الذي يتواصل من خلال كل الوسائط اللي رأي معروفة الآن هل ننتظر أنه راح تكون فيه منصات مستقبلاً موجهة لشباب خاصة بالتاريخ؟ طبيعة الحال أولاً هناك عدة مشاريع لإنجاز منصات رقمية وتطبيقات إعلام آلي مرقمنا عدنا مثلاً منصة تاريخ الجزائر 1938-1967 وهي عرفة أشواطق المتقدمة لم نطرحها لغاية الآن لأسباب متعددة ولا على أهمها هي المحتوى المحتوى الذي لا بد أن يكون مدرس بعناية وأن يكون قابل للتداول في صورة جد حسنة هذه من ناحية وفيه ثاني مشاريع أخرى تتعلق بمنصات رقمية نريد أن نذهب إلى المتحف الرقمي نريد أن نذهب إلى الرقمنة المعالم التذكارية عندنا نحن الآن بصدد إنجاز دليل سياحي تاريخي وفيه نسخة رقمية أيضاً كل هذه المشاريع موجودة ومنطرحة وعندنا اهتمام كبير بل أكثر من ذلك نحن مهتمون حتى بالنسبة للأعمال الموجهة لشبابنا وولنشيئان تعالى من خلال إنجاز لعب إلكترونية يجسد أبطالها أبطال الثورة الجزائرية حتى الطفل الجزائري وابناء هذا ولادنا وبناتنا خليهم يفتخروا بقوة صناع ثورة تحرير المباركة بشخصية المجاهدين والشهداء حتى الجزائر يفتخر أينما حل وارتحل بتاريخه وترسخ في ذاكرته شكون هو العربي بن مهيدي وشكون هو مصطفى بومبو العيد تعلم عن طريق اللعب من أنفع الوسائل بالنسبة لفئة الأطفال وهذه كلها مدرجة ضمن مشاريع القطاع هل سيتم تعاون فيها مع الشباب للاحيكونوا مصميمين هات الألعاب والتطبيقات أو بطبيعة الحال نحن مهتمون حتى بكل الشركات الناشئة الدولة أوجدت قطاع واسم قطاع المؤسسات الناشئة أو حتى مؤسسات مصغرة والتي تحتوي الآن على قائمة لمؤسسات مؤهلة جدا وهي شبابية كلهم شباب أنا أفتخر جدا بهؤلاء لأنني استقبلت الكثير منهم واستمعت الكثير منهم عندهم مشاريع في هذا الإطار والله مشاريع المشروع ينسيك في مشروع آخر لأنه أنا ثقتي وأمري كبير في الشباب ومن أهدافنا أن نسيرهم ونمشيوا في إنجاز المشروع عن تاحهم حسب الإمكانيات المتوفرة بطبيعة الحال هات شي أكد اهتمامهم بالتاريخ يعني أنه يقدم التاريخ في قالب تكنولوجي يعني مع أنه كثيرا ما يتهم الشباب أنه لا يهتم بالتاريخ يعني أوكي لأنه يهتم ويزيد يبتاكر ديز أبليكاسيون وتطبيقات اللي تهتم بالجانب التاريخي وتروج له عن طريق استعمال التكنولوجيا والله شوفي هذه من الأمور اللي كان جهات ممكن تحاول تثبيت عزيمة الشباب وهذا أنا أنفيه تماما يعني شيء يراني يشوفه أنا على الأقل واستقبالي للشباب المهتم بالذكرة وطنية بالتاريخ الوطني يعني شي ضخم وشي كبير شوفنا الآن أنا كان منتقية كثيرا يعني من خلال الآليات في المجتمع المدينة المطروحة شباب اللي يهتم بالتاريخ بالذكرة تعوفون فيه نشاطت على المستوى الوطني آخرها كين ملتقى يطلبوا فيه أن يكون فيه ملتقى عنوان الذاكرة والرقمنة يعني شوف اهتمامات الشباب الآن بتاريخهم وفي كل المجالات أقول يعني في كل المجالات رهما تم رهما متواجد فكل التحية والتقدير لشبابنا وإن شاء الله نوفرهم كل الدعم وتسهيل في هذا المسألة إن شاء الله ترى النور كل هذه التطبيقات حتى يعني تأتي أكلها كما يقال تعمل أهداف المرجوة من ورائها وهي اهتمام فئة الشباب بالتاريخ أيضا في ظل هذه المساعي سلسلة أفلام شهدناها على مدى السنوات القليلة الماضية لتهتم برموز تاريخية وشخصيات تاريخية الكبرى على غير لطفي وآخرون هذا المشروع الجميل إلى أين سيمتد ربما مع حوصلة لما تم هذا مجال آخر أيضا محل اهتمام الكثير من الشباب والشباب المهتم بمجال إنجاز الأعمال السمعية البصرية يعني مهتمين كجمهور ومهتمين كمنتجين أيضا كمنتجين وكمستهلكين أيضا لهذه المادة احنا كما شفته أن كانت بزارة المجاهدين طرحت الكثير من الأفلام الطويلة لجسدة ابطالنا رموز الثورة التحريرية المباركة والعملية متواصلة لكل حد لكن الآن في هذا السياق الشيلي أود ذكره أنه التعاطي الآن معامل في الأفلام السمعية البصرية والأفلام الوثائقية لابد أن نذهب إلى الاحترافية وهذه الفكرة يعني أني نشوفها الآن من خلال شبابنا احترافية مع ديرا مع الوزير لح تضمننا يعني الترويج التاريخي يعني لما نتكلمه مثلا عن التاريخ الأمريكي أو تاريخ المصري أو التاريخ ننقو أنه سينما هي التي روجت لهذا البلد وصورة هذا البلد على الأقل تاريخيا يعني الجزائر بثارة تاريخة وزخم تاريخة تستحق أنها تروج بعمل سينمائي ذو جودة ذو احترافية أو أعمال لماذا لا؟ أنا أشاطر كالرأي في هذا المسألة وأقول أنه الزخم الذي يمتاز به تاريخنا الوطني لو نديره لكل يوم من أيام السنة أعمال بالمئات هذا مش رح يكفينا مش رح يغطي تاريخ البطولات وتاريخ الجزائرية أقول أنه التميز الآن الذي لابد أن يكون عليه هذه الأعمال هي أن تستجيب لمتطلبات عرض الصوت والصورة التي نشاهد فيها اليوم على مستوى كل القنوات العالمية وهذا ليس ببعيد وليس ببعيد عن شبابنا اليوم عندهم من العزيمة عندهم من التكوين عندهم من الإرادة أنهم ينجزون الكثير في هذا المجال وإحنا عاكفين إن شاء الله على مرافقتهم في هذه المسألة وإن شاء الله في إطار ما سيتم تخصيصه من اعتمادات رح نشوف الكثير من الأعمال في هذا الإطار إن شاء الله رح نبقى دايما في محور الشخصيات والرموز أو رح تمشي للأحداث نحن كما قلتك بدينا في السابق في إنجاز الكثير من الأفلام المطولة والأشركة الوسائقية هم بالعشرات لكن الآن لابد أن نذهب إلى سياق آخر يعني الجزيرة خاصة إبان الثورة التحريرية أو المقاومة الشعبية والحركة الوطنية فيها الكثير من المعارك التي لابد من تصلية عليها الضوء وهي تدرس الآن على مستوى المعهد الأسكرية وكبريات الكلية المتخصصة نتحدث إذا تحدثنا على معركة الجرف معركة الجرف يعني مع حطة بارزة في تاريخ ثورتنا المجيدة نتحدث على المعركة نتاع البكوش في تيسمسيل نتحدث على كثير المعارك لا يبد أن نمشي لتوثيقها ونمشي إلى إنجاز أعمال تريق بقوة إدارة وقيادة ثورة التحرير الوطني وقوة الجزائريين والإرادة التحهم في استرداد سياداتهم الوطنية نعم هذا شيء لا ينفي أننا دايما الوزارة تعمل على محور الكتابة التاريخية وتوثيق التاريخ وتدوينه للأجيال باعتبال الكتاب يعني هو الأدات الرئيسية والأدات التقليدية التي تبقى دايما توثق للتاريخ هذا شيء يعني مستمر ومتواصل معكم مع كوكبة يعني الأساتذة المختصين في التاريخ عبر الجامعات الجزائرية كل ولايات هذه مسألة واحد هنا هي شق كبير جدا لأنه إذا تحدثنا على مسألة الطبع وإعادة الطبع وما يرافقها من أعمال هي لوحدها رأنا نتحث على استراتيجية قطاع في هذا المجال في استراتيجية القطاع في تعامل مع مخابر البحث الموجودة عند وزارة تعليم العالي وهو وزارة تعليم العالي مشكورة جدا لأنه الآن رأنا نترافقه في هذه العملية ورح يكون فيه الجديد في هذا المسألة في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله من خلال الاتفاقيات اللي رأنا موقعنا معهم فيها مشاريع كثيرة لطبعناها العامل الماضي وفيها أيضا عدد معتبر جدا من الكتب اللي رح يتم طبعها دائما لنجدوا فيها بطولاتنا ربما ستشارك أيضا في سيلة الصالون دولي للكتابة أكيد رح نكونوا حاضرين إن شاء الله وهذا تم تصطير له وبرمجته بالتنسيق مع وزارة الثقافة وهي مشكورة كان جناح خاص لقطعنا الوزاري رح يعرض فيه كافة الكتب كافة المطبوعات هرح تكون فيه توزيع مجاني الكتاب التاريخي حتى ننشر نساهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي الخاص بالبلد وأيضا إلى جانب كل الأشارة الوثائقية والسامعية رح تكون توزع للعائلات الجزائرية أثناء زيارتهم بهذا المعرض الهام الدولي إذا نواصل في نقاشنا عن ملفات الذاكرة والتاريخ لكن في الجانب الخاص بالشباب واهتمامات الشباب بها كنا تكلمنا عن الكتاب كنا تكلمنا عن الأفلام وسلسلات الوثائقية لكن يبدو أنه فيه جديد وفيه مواصلة لسلسلة الوثائقية عن طريق مشاريع جديدة لتخص فئة المنفيين المهجرين وثائقي كاليدونيا وأيضا مشاريع أخرى يمكن أن نتحدث عليها مع الوزير الصدق طبيعة الحال يعني هذه ضمن برنامج القطاع لمواصلة توثيق لأحداث ورموز ثورة تحرير المباركة وأقول أنه هذه جاءت تطبيقا لتوجهات السيد الرئيس الجمهورية أنه وجه توجهاته لكل المؤسسات المعنية بالتاريخ الوطني أنهم لابد من الذهاب إلى توثيق كل ما له صلاة بتاريخنا الوطني وأيضا معذرة كانت رسالة الرئيس في الفاتح نوفمبر الماضي يعني قوية للجهات المختصة والممارسة للمجال السمعي البصري أنها تهتم وباحترافية وبجودة بتقديم أعمال تليق بتاريخ الجزائر وتاريخ ثورة الجزائرية خاصة والله في الحق أن سيد الرئيس أعطينا مسؤولي خبيرة دعوه مباشرة حتى نزيد من مجال الاهتمام بهذا الموضوع وأقول في ذات السياق وهذه بالنسبة حصرية حصرية الجلافان الجلافان أنه فيه أعمال ستسلم إن شاء الله في نهاية هذا المارس وتتعلق بسلسلة متكاملة حول المحتشدات والمعتقلات والسجون إبان الثورة التحريرية وأقول هذه السلسلة هامة للغاية لأنها جات بحلة جديدة وحتى الشهادات انتعى المجاهدين أو المجاهدات وما تم ممارسه من سليب التعذيب وغيرها من ممارسات انتعى الاحتلال بسيغة جديدة حتى الشهادات كانت قالب جديد الشهادات اللي أول مرة نسمعوها شخصيا ربع من القانون في الوزارة ولكن لما استمعت الشهادات يعني كان عندها أثر بليغ على نفسيتنا هم ولدينا هم أبائنا هم أمهاتنا يعني كنت تسمع هذه الشهادات بطبيعة الحال راح تفاعل معها تفاعل خاص راح يكون إن شاء الله نهاية هذا المارس بحول الله راح يكون فيها استلام هذه السلسلة وإن شاء الله يكون فيها برنامج خاص لمشاهدها وحتى يستمع لها كل الجزائريين حتى الداخل وفي الخارج هذه مسألة ويكون ثاني عمل آخر هو مواصلة لملف آخر من ملفات الذكرة وهو ملف المنفيين أو المهجرين لأن المصطلح يختلف حسب الطبيعة عمل الذي قامت به الوزارة منذ سنوات يتعلق بكاليدونيا المهجرين إلى كاليدونيا والمهجرين في عمل ثاني سيتم استلام إن شاء الله ويعرض بمناسبة شهر استرجاع سيدة الوطنية خلصة جوليا يعني بعد مرور ستين سنة من الاستقلال أقول أنه في عمل آخر يتعلق بكيان وهو عمل جميل جداً وعمل رائع توثيقي لحدث من أحداث ثورة تحريني البارزة وبالإضافة إلى الكثير من العمل الأخرى التي الآن ننسق عملنا مع المؤسسة التي تم أحداثها لدى الوزارة الأولى المكلفة بالإنتاج السمعي البصري لإنجاز العديد من الأعمال الأفلام المطولة وهذه تدخل في إطار برنامج قطعنا الوزاري وتجسد توجيهات السيد الرئيس الجمهورية نعم شكراً لك سيدي الوزير قطعكم كقطع يهتم بالتاريخ والذاكرة يتقاطع مع قطعات أخرى حكومية عديدة على غير الوزارة التربية الوطنية تعليم معالي وأيضاً التكوين المهني وهي قطعات شبانية بامتياز من حيث المنتسبين إليها وكنا لاحظنا أن دستورنا الجديد دستور 2020 كان طلب توثيق التاريخ والاهتمام بالتاريخ وتثمين التاريخ من طرف الناشئة ومن طرف الشباب في إحدى فقراته وإحدى المواد الدستورية في هذا السياق مسعاكم مع باقي الوزارات وتنسيقكم في هذا الإطار أنا قبل ما نتحدث على هذا الجانب من باب الأمانة يعني كان كلفنا سيد الوزير الأول وهو مشكور بمعية سيد وزير التربية الوطنية أنه يتم التحضير لعمل في إطار ذي كريستين أنه يكون فيه برمجة لقاءات كل المجهدين الذين هم على قيد الحياة لإدلاء بشهاداتهم حول مشاركتهم في الثورة التحريرية في المدارس وفي كل أطوار يعني يعني المجهد إن شاء الله كان برنامج خاصي إشراك كل شباب وكل الفئات برنامج سيتم ضبطه يعني الآن نحن الحمد لله مشينا فيه سيتم المباشرة فيه في تشريده في الأيام المقبلة إن شاء الله بحيث المجهد يتنقل من ولاية إلى ولاية إلى الأقسام وين طالبتهم وين تلميذنا رحمهم يدرسوا ويديرهم مباشرة درس حول ثورة تحريرية أردنا من خلال هذا العمل وأراد سيد الوزير الأول من خلال العمل اللقاء المباشر بين الناشئة بين هذا الجيل وبين المجهدين حتى تترسخ الصورة وتتوضح يقول المجهد تكون هذا المجهد وش مع أنت هذا المجهد يعني يلتقيوا بالمصدر مباشرة رح يشوف المجهد ورح يكلموا على الثورة التحريرية حتى الصورة هذه تبقى مرسخة إن شاء الله في جيانا وفي عند الناشئة إن شاء الله هي مبادرة هيلة يعني مبادرة ريعة جدا وشارعنا في تجسيدها إن شاء الله لأنه الستينيات تمتد لمدة سنة يعني رح يكون البرنامج يتلائم مع هذه الفترة بالنسبة لعلاقاتنا مع القطاعات الوزرية الأخرى هي علاقات جد وجد وهمة وجد وستراتيجية لأنه الوزارة المجهدين فعلا من واجباتها تدريس التاريخ الوطني ولكن عبر القنوات المتاحة المتاحة حكومية يعني إذا كان نبدأ من وزارة التربية لتربية وزارة تربية الآن عدنا معها عمل كبير في هذا المجال من خلال إعداد الدليل النموذجي للأستاذ يعني من حيث المجال التاريخي من حيث تدريس التاريخ في عمل هذا الدليل تم إنجازه من طرف المركز وطني الدراسات والبحث في الحركة الوطنية من طرف أستاذ المختصين وتم تحيينه نحن الآن في صدد التواصل مع وزارة التربية حتى يتم اعتماده ونفس الشيء بالنسبة لدليل موجه للتلميذ يعني هذه كل أعمال موجودة حتى نعطيه لتاريخي حقه في تربية النشئة أنتوانا نفس الشيء بالنسبة لجزارة التعليم العالي هناك العمل رائع وجبار يتم الآن القيام بها لأن فيه الآن تواصل دائم ومتواصل بين وزارة التعليم العالي ووزارة المجاهدين ودول الحقوم على أساس أولا تشجيع البحث التاريخي ثانيا استغلال كل الأطرحات التي رأي الآن موجودة لدى كلية التاريخ خاصة لتاريخ المعاصر حتى يتم استغلالها أحسن استغلال من طرف الركز الوطني الدراسات والبحث في الحركة الوطنية هناك أيضا تنسيق العمل بين مخابر البحث المتخصصة في التاريخ مع عمل المركز الوطني الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وهي مسألة نجدها جد وهمة للتأسيس الفعلي لمدرسة حقيقية لكتاب التاريخ الوطني وهذا هو من بين أهدافنا ومن بين استراتيجيتنا حتى نفي للتاريخ حقها إن شاء الله المدرسة تقصد بها الفكر التاريخي الجزائر الحديث وتقديم معرفة حقيقية مبني على أساس علمي أكاديمي وطرح موثوق وطرح سليم يمكن تبلغه الأجيال يعني حتى نبتعد على كل الأطرحات الموجودة وخاصة المتسوسة والمسمومة منها هناك الكثير من يروج للفكر الكولونيالي عبر كتابات يعني لا تموت بصلاة إلى تاريخنا الوطني ونحن في هذا الصدد لابد أن نؤسس دفاع عن مكتسباتنا وعن تاريخنا وعن رموزنا وعن أبطالنا نعم بالتمحيص والتدقيق لهذه من حلال عمل يرقى إلى هذا المستوى لما يقدرش يقدم عمل في مستوى تضحياتنا تضحيات المشوهد المجاهدين ما نقدرش نخدم معه يعني هذا هو الأساس هذا هو السقف المطلوب من الاحترافية في هكذا أعمال قبل أن نذهب إلى الجهود المبذولة في إطار حماية المعالم التاريخية نتذكر بالإضافة لمسابقات للتنفي المدارس في المناسبات التاريخية على غير الفاتح نوفمبر والخامس أجويلية المسابقة التي تتبنىها وزارتكم منذ سنوات هي مسابقة الفاتح نوفمبر الموجهة للمواهب السبانية في كل ما يتعلق بالتاريخ يعني هل أتت ثمارها من حيث المادة المقدمة المنتج المقدم المتابعة له فيما بعد وأيضاً اهتمام اهتمام هذه الشريحة بالفكر التاريخي والجانب التاريخي هو أول أن الهدف من جائزة أول نوفمبر هو أننا نبقي الجزائريين على صلة متواصلة مع تاريخ أول نوفمبر هذه الهدف الأول الهدف الثاني هو أن نتوجه بهذه المسابقة للشباب وهذا الشيء اللي لاحظناه في كل المسابقات تشهد مشاركة أو إقبال يعني تشهد مشاركة الآن رأي تزداد وهذا يدل دليل واضح على اهتمام شبابنا بتاريخهم الوطني وكل المجالات هي مجالات إبداعية وحتى نحفظ للجميع حقهم في هذه المسألة يتم طرح الأعمال انتحهم بعدما يتم اختيارهم وانتيقائهم طرحها للتناول للدراسة سواء من خلال وسائط الإعلام أو من خلال طبع تلك الأعمال ونشرها على أوسع نطاق حتى يستفيد الجميع من تلك الأعمال وحتى نجسد الفكر التاريخي والثقافة التاريخية لدى الشباب تانا نعم يعني نتائج والأهداف حققت إلى حد كبير معلي الوزير عيد أربيقى وزير المجهدين وذوي الحقوق نسأل عن جهود جهودكم ما هي جهودكم في إطار حماية المعالم التاريخية والتراث المادي للثورة من محتشدات من يعني مقابر وغيرها حاليا قمتم ربما هل قمتم بترميمات بصيانة لهذه المعالم وتجديدها بما أننا نتوجه للشباب يعني لابد أولا أنا بالنسبة لذكر مصطلح مقابر الشهداء تمنى أنه يتم تعميم مصطلحها رياض الشهداء رياض الشهداء رياض الشهداء لأنه مصطلح أرقى وأسمى ويلق بهذا المقام الكريم ثم أنه فيه عمل كبير لأنه مقابر الشهداء لها حكايات رياض الشهداء لها حكايات ليستقرأ يعني هذا المعالم التاريخية لأنها تصنف ضمن المعالم التاريخية للجزائريين وهي شواهد على التاريخ الرياض الشهداء فيها الشهداء اللي راهم موجودين يعني الرفاتح موجودة في تلك الرياض أخرين مقابر فارغة لأنها لا يعلم مكانها وأخرى توجد رفات لكن لا يعلم صاحبها يعني كلها ملفات مطرحة من ملفات الذاكرة الوطنية هذه فقط بالنسبة لرياض الشهداء ولا بد أن نتعامل معها بهذه الكفية ثم أن المعالم التاريخية موجودة وموجودة بكثرة خاصة في الفترة الأخيرة فترة الثورة تحرير المباركة فقد قيدنا على أقل ستة ألاف معلم تاريخي وكلها ذات أهمية لأنها كلها تعبر عن ذاكرة الجزائرين في هذه الفترة والمهتمين بالتاريخ والدارسين يعلمون مدى أهمية هذا الجانب لدى تعاقب الأجيال في نقل هذا الموروث ثم أنه نحن نسجم في العمل التاريخ مع باقي القطاعات الوزرية وزارة السياحة كانت مكلفة بإنجاز دليل سياحي وطني يغطي فيه الكثير من المسارات الثقافية التاريخية والسياحية ونحن مندمجين مع هذا الطرح ويأتي الآن جاري العمل على إعداد دليل وطني سياحي ووزارة المجاهدين أيضا نحن بصدد إعداد دليل سياحي تاريخي هذا الدليل سياحي تاريخي يبرز كل المعارم التاريخية وأهمها على مستوى كل ولاية الوطن هو عمل رائع جدا إن شاء الله سنروج لتاريخنا من خلال تلك المعارم ونعطي لها تعريفات اللازمة وهذه ضمن داخلها أيضا ضمن أهداف عمل الحكومة التي لابد أن تجسد إن شاء الله في هذا السنة إن شاء الله هذا الدليل يمكن أن يتحول أيضا لمنصة إلكترونية أو تطبيق أكيد هذا الدليل سينجز في نسخته المطبوع الورقية وفي نسخة الرقمية كل الأعمال ستونجز بهذا السنة لأنه نعرف يعني الآن أوتوماتيكيا نسخة رقمية من أي عمل من أي منتج أكيد لا وحتى أكثر من ذلك نحن ننتظر الانتهاء من العملية ليراهم كلفة بها الآن إطارات من الوزارة وإطارات من المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية ومجموعة من أسانتظة المتخصصين في الانتهاء من هذه المدونة وسنعمل أن يكون فيه منصة الرقمية خاصة بالمعالم التاريخية لا يبدو من الترويج لكل هذه المواقع لكل هذه المعالم التاريخية حتى الإنسان الجزائري يعرف يعني يعرف الأهمية تحت هذه الأماكن وهذه المعالم ثم أنه أنا أحيي مجموعة من الشباب يعني كانوا داروا بادرة في الأغواط ومشاوا هما روجوا للجزائر من خلال سياحة جبلية في نفس الوقت يعني شوف الشباب لما يكون مبدع يبتكر يكون مبدع حقا يعني ويقتفي أثر المعارك والشهداء والمجاهدين كل ما له صلة وكل ما يمر بمكان يتم استكشافه يقومون بتجميع تلك المادة التي يلتقطونها ثم تعرض وتمنح لسلطات المعنية في كل ولاية يعني هذه مجال من مجالات متعددة لإبداع شباب نقول الشباب لن نحييهم تحية خاصة ونشدوا على أيديهم ونفروع لهم كل ما نستطيع من إمكانيات حتى حتى هم يطالعوا بمهام تحهم لأنه هذا أيضا واجبهم أنهم يدافع على البلد تحهم ويدافع على المكتسبات تحهم ومكتسبات الأباء والأجداد والشهداء نعم شكرا جزيلا لك سيدي الوزير نتكلم في آخر محور عن ستينية الاستقلال هو يعني حدث تاريخي ضخم يتزامن مع حدث كبرى أيضا في الجزائر بينها العرس الرياضي اللي رح تحتضن الباهية وهران لو نتحدث عن المحاول الكبرى لهذه الاحتفالية تتكفل يعني بالجانب تنظيم بها وزارة المجاهدين طبعا بالتنزيق مع الوزارة الأولى وباقي القطاعات الوزارية الجانبا للهام اللي توليه الدولة الجزائرية بداية من السيد الرئيس الجمهورية ثم السيد الوزير الأول الأهمية لمنحتها لهذا الحدث الوطني الهام هو إنشاء لجنة الإشراف على هذا الملف ولجنة الإشرافها العديد من القطاعات الوزارية التي هي معنية بالإعداد لبرنامج متكامل الاحتفالي الخاص بمحطة الحاسمة في تاريخنا وهي استرجاع السيدة الوطنية هناك الكثير من البرامج يتم الإعداد لها برنامج إشهاري واسع ويرافق هذا البرنامج الإشهاري بمنصة رقمية متخصصة حول الذكرى والتي أوليناها عناية خاصة وأولاها السيد الوزير الأول العناية خاصة من خلال تأمينها لأنه لابد من تأمينها لأنه المحتوى رح يروج لتاريخ الجزائر تاريخ الجزائر بقوته بكل الدلائل وبكل المحطات التي عرفها الجزائريين من خلال قطاع وزارة المجاهدين أو كل القطاعات التي لها حق الولوج إلى هذه المنصة الرقمية والآن هي جاهزة بنسبة كبيرة وسيدهم إطلاقها إن شاء الله قريب ولكن بعد تصديق عليها من طرف لجنة الإشراف طبيعة الحال التي يشرف عليها ويرأسها السيد الوزير الأول هذه منصة الرقمية أقول مهمة للغاية لأنها وسيلة تواصل أيضا لشباب تعنا شباب تعنا مهتم أي مهتمام بهذا الجن ثم فيه الكثير من الأنشطة الأخرى التي تتعلق بحماية المعالم التاريخية إنجاز الأفلام والأعمال السمعية البصرية الطبع وآدت الطبع يعني كلها ملفات كبرى الحمد لله مشات ظلنا أكثر من جلستين على مستوى لجنة الإشراف وتم ضبط العديد من البرامج التي سيتم الشرع فيها إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله في أيضا ضمن البرنامج يفترض إعادة دفن رفات عديد الشهداء في عديد الولايات هي في الحقيقة عملية متواصلة عملية متواصلة في كل مناسبة وطنية يتم بعد استظهار شهداء والتعرف عليهم بالوسائل العلمية وحتى بمقاربة علمية وتاريخية لأنه يتم تعرف أولا على رفات الشهداء علميا من طرف الفرق المتخصصة وأيضا بالمقاربة التاريخية من خلال شهادة المجاهدين والأساتذة حول المواقع والمعارك التي كانت محل استشهاد هؤلاء وهناك الكثير من رفات الشهداء يتم تعرف عليهم يوميا واستظهارهم وإعداد دفنهم إكراما لذاكرتهم وهي وسيط زعماء ثورة تحريرية إذا ميتنا فالدافع على ذاكرتنا نعم شكرا لك سيدي الوزير نأتي بهذا إلى ختام برنامج حديث الساعة في الختام هل من كلمة ورسالة للشباب في إذاعة الشباب جيلة فام من طرفكم سيدي الوزير والله شاكرين لكم هذا المسعى النبيل في استضافتنا على هذا الأثير لتوجه ويستمع فيه الكثير من شبابنا وأقول أنه هناك الكثير من من يريدون السوء لشبابنا من خلال بث سموم فكرية لا تمد بسلة لا لتاريخنا ولا لأصالتنا نحن كجزائريين نحن نفتخر كوننا نحمل هذه الجنسية واللي يحمل الجنسية الجزائري لابد أن يتحمل مسؤوليته فيها مسؤولية كاملة وأقول أنه لابد أن نسترجع تلك القوة اللي كان عليها أجدادنا حتى نمضي معا لبناء جزائر جديدة مقتنعين بها فكرا قالبا روحا ودما هذه الجزائر التي يراد بها الكثير من المشاكل لكن الشباب هم سد المنيع ضد كل هذه المحاولات ونحن إن شاء الله نرى فيهم كل الخير ونسيرهم في كل الأعمال تحمل لهم مننا كل التقدير والاحترام والعرفة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر شكرا